بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمننا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظلمنا أن لن تقول الإنس والجن وأنه كان رجال من الإنس يعوزون برجال من الجن فزادوهم رأقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أهلا وأن يبعث الله أحدا وأنه لمسنا السماء فوجدنا وأنهم لأبحرسا شديدا وشعبا وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسماء فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصبا وأننا لا ندري أشغل أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومننا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ضمننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه أربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا راقا وأنا منا المسلمون ومننا القاصطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاصطون فكانوا لجهنم حقبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقينا من غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلقه عذابا صعدا وأن المسادل لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه ببدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أهلك لكم ضررا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جأننا خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أن يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يوهر على غيبه أحدا إلا من ارقضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ترجمة نانسي قنقر